السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحيتي لكل الإخوة شرافاد داخل الجزائر وخارجها تحيتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل لهجة في هذه الأيام الأخيرة من رمضان صحة الفطوركم وارب إن شاء الله يتقبل منا ومنكم الإخوة اللي في الجزائر والإخوة اللي في الخارج قبل ما نبدأ في هذا المداخلة حول العصيان المدني حول بعض النداءات اللي ركمروا على مرة ربما تسمعوها سواء في الشارع أو من خلال بعض الصفحات حول دعوة إلى إضراب وإلى مقاطعة حبيت في هذه المداخلة نتحدث الأسباب والأهداف تعهد الناس هذو تعهد إضراب هذا والإسعال المدني اللي رأى مين يديه به شكون اللي رأى هو يقف وراء هذا النداء لصالح من إلى غير ذلك من النقاط قبل ما نبدأ في هذا المداخلة بيودي هو أن أجيب ببعض الإخوة اللي مرة على مرة يبعثوا لي رسائل على الخاصة وأنا على صفحة المصالحة وعلى صفحة نتاعي الخاصة يسألوني لماذا هذا الغياب هذا في موقع نتاع اليوتيوب كنت مرة على مرة ديرت تسجيلات وغبت لماذا؟ وكان بعض الإخوة أيضا يسألوني لماذا توقيف الإذاعة وطني وإهل ترى فيه إمكانية العودة نتاحة إلى غير ذلك كم من المسائل؟ فيما يخصني يعني شخصيا المدة هذه الأخيرة خضعت الزوج عمليات الجراحية وبالتالي كان محتماليا لجلباش نغيب يعني هكذا فيما يتعلق بالمدخلات وحتى الكلام يعني تعبت هكذا أحب نريح هكذا مدة لذلك نطلب من الإخوة لجلباش يعني يتفهموا هذا الأمر وفي المقابل هو أنه يدعونا الإخوة اللي دعوان تح مستجابة نطلبه منكم إن شاء الله نجلباش تدعونا فيما يتعلق بالإذاعة وطني إذا أنت وطني تعرفوا بالإذاعة تتطلب إمكانية تتطلب سهرة تتطلب وقت تتطلب صبر تتطلب مقرة تتطلب بعض الإمكانية هكذا المادية وأنا للأسف شديد أغلب الإمكانيات ما عندي يعني كنت نتحرك بالوسائل الخاصة في وعود هكذا من طرف الناس ولكن كيف ما يقول الريح في الشبك لذلك اضطرت على جلباش توقف إذا كان فيه إخوة مستعدين على جلباش هما يمونوا ومستعدين على جلباش يساهموا في إعادة تنشيط الإذاعة وطني أنا رأني واحد منكم أنا رأني نقوم بالوجب نتاعي رغم الإمكانية نتاعي المحدودة والتوفيق من عند ربي ونفس الشي فيما يتعلق بالقناة يعني ما زلت نفس الأفكار عندي ما زلت على نفس القناعة ونفس المبدأ ولكن الله غلب ما زلت ما زلت ما زلت ما زلت يعني هو في باله العسيان المدني هو أنك لا تعترف بالدولة وبالتالي القرارات التي تصدرها الدولة أنت لا تعترف بها لكن لو كانت طرحوا أسئلة منطقية وأسئلة موضوعية كنت هذ الناس اللي رهم في السلطة كلكم يعرف من أنه كثير من المؤسسات والله نقوله كل المؤسسات رها خاضعة لهذا الناس اللي رهم في السلطة بمعنى الإعلام ره تحديدهم الجيش الشرطة للولايات البلديات للقاضاء إلى غير ذلك المؤسسات رها تحديدهم ذو كنت هذا الإنسان هذا اللي راه هو ما يعترفش بهذا السلطة ذو كنت خمم على الناس الأخرين ما تخمش غير على روح كنت ذو كنت قال مثلا أنت مكش خدام ما تعترفش بهذا السلطة أوكي راك في دارك بعثولك أنت باش ترح تسلك مثلا الكهرباء الفاتورة ما تسلكش يبعثوك تعالقاز ما تسلكش خارج الطريقية خارج الطريق على هذا النظام أوكي والإنسان هذا اللي راه هو خدام وراء تحت مسؤوليته رام ناس يخدموا تحت المسؤولية وإلى غير ذلك كيفاش يدير تخمم غير على روح كنت خمم مع الناس اللي رام يخدموا ذو كالأساتيذة يعني مثلا كين بعض الأساتيذة اللي هما داروا إضراب في وقت من الأوقات خرجوهم من العمل تاهم كين ناس في المقابل اللي راحوا اللي جلبش هما يدخلوا في الأماكن تاهم إلا راني غلطوا قولوا لي وهذه راه حدثت مش غير فقط في هذه السنوات الأخيرة حدثت أيام تسعينات يعني الإضراب اللي دارتوا الجبهة الإسلامية الإنقاذ فيه سنة 91 ماي وجوان يا هل ترى الإضراب كان دموي لا كان سلمي ولكن فيما بعد شوف وين رحت الأمور كانت الناس هزل المصاحف وكانت دارا اعتصامات وكانت الناس في الأماكن المختلفة وكانت تخدم داروا إضراب لكن شوف فيما بعد كيفاش تطور هذا الإضراب كيفاش دخلت قوة الأمن وكيفاش اعتقلوا القيادة انتها الجبهة الإسلامية وفيما بعد اعتقلوا كثير من القيادات وشوف فيما بعد وين صار الإضراب هل لك غازات موسيلة إلى الدموع وإلى غير ذلك تقول لي أنت بلي أنا رك غالط أنت ما تعرفش الإضراب إيه أنت رك فاهم أنت تعرف خير مني أنت رك قاري أنت رك مطالع أنت رك تعرف نظام أحسن مني وانترك أكثر مني حتى في السن تقول لي أنت بلي الأزيان المدني هذا جي في دارك وغود جي في دارك وغود هاي جي في دارك وغود ما تسلكش الفاتورة تاري سيتي جي ونحاولك الكونتور هاي يقطع عليك الخيط تاري سيتي بلدية كامل يقطع عليك تاري سيتي كامل لي ما تسلكش تاري سيتي على رك هاي ودقيق ما تشريش تعصي الدولة تعصي الدولة تعصي هذا النظام هذا تعصي هذا السلطة وكما تسلكش تاري سيتي ودقيق تسلكو ولا ما تسلكوش كيف شرح تأكل غدوة كيف شرح تشرب مؤسسات رك تخدم رك تشتغل رك مؤسسات تشتغل هذا اللي رك يخدم في مؤسسة بريفي يخدم الله ما يخدمش يعني انت ذوك رك تخدم في مؤسسة عمومية ما تخدمش وانت تعصي هذا النظام هذا تعصي ولكن ما كش تخمم على المآلات اللي رك رح تديرها انت كي بعض من الناس ما راهوش فهم حتى وش راه يدير جاي يدير سمحة في الفيسبوك وقال يلا جاءوا في الداركم وما تخرجوش اسمانا وطبطب دير المهراس وطبطب طبطب على روحك طبطب على روحك نظام راهو وكل المؤسسات ترى تخذ عليه تاذوك ما تخرج شذر قضوة دير وكيما الجرد هذا يخرجوك والله كيما نحنش هذا يخرجوك بالذرع لك شوف اولا نفسيا انت الشعب اول حاجة قبل انت تبدأ دير انت في نذاقات ومن بعد ترى تفشفش في الماء كيما المحرقة هذي كيما يسمحها واحد يقول هذا ساروخ والله حاشة كيما الضراط هذا كيما يضرط يحسب الناس راهو ساروخ خمم اول في النفسيا انت شعب شوف ترى هل ترى الشعب الجزائري هذا راهو عنده القوة تتحمل قادر هو يتحمل شوف هل ترى هذي الناس هذي راه حتى اللي معاك قادر غدوة هو تذك لما تكون في الاتساع تكلم لا راه في الاتساع لكن غدوة لما جي الميدان قال روح نخرج روح نتلاقي وما تعرف ما يعرف نعطي لك امثلة من الواقع من الواقع في السنة هذه الفائتة هذي شحال من استاذ دار اضراب شحال والله العظيم شوف اقسم بالله هنا صايمين وهنا في رمضان وهنا قريب للإفطار قسم بالله العلي العظيم اليوم سبعة جوان 2018 كان اسات هذا الآن راه مع الفيسبوك راه يدير في المعدلة انتع ولدهم هاو بنو عنده عشرة وراه يكتب له امتياز يعني بنو الى وقتين قريب بالله هذي بنغبرة يهودية وبالله راه مدمروا المنظومة التربوية وبالله تلميذ راه وصار غابي وراه ما عنده قدر على التفكير وراه 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 الان صار اولادهم نوابغ واحد عشرة واحد التسعة وما عنده ما عنده الخلاص راه وانده ثمانية ونص صار نوابغ هذا هذا المواطن الذي رأيه هو يتصرف هذا غدوة تثق فيه هذا تدريع له هذا دليل هذا الانسان لا لديه مبدأ وانده انسان مرائي يبين في روحه وابنه عنده عشرة في المعدل وانا لا اتحدث بشكل عام راكم تشوفوا في الصفحات الفيسبوك وشوفوا إذا كان راني غالط راني يقول في كلام غلط قرق غلط إضراب في الجبل الإسلامية في التسعينات وان كان النظام كان يتهاوى قاسا من بالله غير ناس والناس اللي راه معه شوتيك في المرحلة لا راه يقول لك سيدرا ويحكي في الصح قاسا من بالله غير ناس علنين باللي راه إضراب وما دار شهادة طبية يجي يحضر معاك في التجمع ويجي يحضر معاك في كذا هو وراه يدير شهادة طبية أو مريض علاه باش يغطي يروح شوفوا واش حدث في مؤسسات ناس طردوهم من العمل وناس راحوهم ناس ما زال يبكي وإلي اليوم أزمة ما زال محلينا هاش وناس رايحة تقفز للمجهول شوفوا واش راح يترتب ترع وانت تغلق الطريق شوف واش يترتب عليها تجي اختك ولا مع البليش أنا واحدة من الأقار بنت عكرا يتزيد واحد دارك سيدون في الطريق وكذا واحد إلى غير خمم في العواقب تذرك لما تدير عيسيان ذو كنجيوا للأسباب أسباب انت راه وقال مثلا كين ظلم عدالة لمكانش كين بيستون كين جهوية كين محسوبية كين 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 الرشوة كين السرقة كين الفساد الأخلاقي كين كلش راني معاك المطالب انت محقة ومشروعة النظام فاسد راني معاك نظام فاسد ومفسد ولكن خمم انت في العواقب خمم في العواقب لما انت جيرك رايح تقدم على شي خمم وكنت إذا كان ما تقدرش على هذا الشي ما يكفيش الحماس لا يكفيش القرينة هذيك انت تجي تخرج قال لنا مع البل يشب جدك وانا كذا وكذا وتجي في الفيسبوك وانت وراك تتحدى في النظام وتسب في الناس مع البل في حتى واحد هذا ما يكفيش وما راه وراح يجيب حتى حل النظام هذا رك جاي في الفيسبوك ذوك انت وتسب في النظام ولا تنشر ولا كذا ولا قادة النواعي قادة القطاعات العسكرية عنده الدبابات وراه وعنده ناس في الخارج بالتليفون قالوا بلاسة هذيك يلا حوط بها يلا هز الجماعة هذنك جيبهم قديهم وانت واش قاعد تدير قاعد في الفيسبوك عندك فيسبوك وراك تنادي بتنحية تلقي صالح كيف تنحية هاو السؤال وبتفليق نفس الشي تذكرك تقول معاقة تقول مشلول وقل مش حبيت هو راه وذور كرام الناس يحكم بسمو كيف تنحية هاو السؤال كيف تنحية وشي الطرق اللي تنحية ذو كنت روح متسلك الكهرباء متسلك على روحك يال ترى راه شعب مت واحد راه على كلمة واحدة ونفس الشي بالنسبة للمقاطعة تقطع معاك تقطع الشي كولا تقطع تقطع الفرماج تقطع قاطع 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 قال لك واشي قاطع السيارة السيد ما عندو شباش يشري سيارة وقاطع انش في الصفحة وقاطع السيارة قاطع السيارة هذا اللي رأى عنده دراهم وما يروحش شريعها هذا واللي يهضر على المقاطعة رأى السيارة قال تسوى مئتين مليون أنا ما نشريهاش حب نشريها بمئة مليون هذا اللي رأى الكلام ندعو يتحسب قاطع السيارة وانت ما عندك شباش تشري السيارة كيفاش تقاطع انتها قل لي يرحم بابك كيفاش تقاطع السيارة وانت ما عندك شباش شري سيارة معاك هو انه تقول لي باللي هاد الناس اللي رأى مدركهم عندهم سيارات ورأى مبيعو فيهم ورأى مبيعو فيهم بأسعار خيالية ورأى مكذا ورأى مكذا ورأى مكذا معاك انا ما رانيش نقش فيك في المطالب المطالب مشروعة وانا راني مع تغيير النظام تغيير جذري معاك لكن في الاسلوب في السلوك هذا اللي انا راني ضدك ما رانيش انا ضد هو انه يتغير النظام ولا انا راني ضد هذه الامور ولكن هو انه ما لازمش الانسان يقفز وما لازمش الانسان يتصرف تصرفات اللي هو فيما بعد يندم عليها خطر كين مرات تلقى الناس راه هو موش في عقله موش في عقله كين اللي هو ربما راه نتيجة السن قال مثلا راه في العشرينات والله في كذا نتيجة السن ما يعرفش كين اللي راه تنقصوا تجربة وكذا وكين اللي موش قاضية انتع نتيجة انتع السن كين اللي راه هو نتيجة الظلم نتيجة الظلم هو وي واللي يقوم بالتصرفات اللي هي تطعن في الاشياء اللي راه يدير فيها ترى وعندك حق ولكن الحق انتعك راه تضيعه لماذا لانك راه تقوم باشياء اللي ما هيش انتع واحد عنده عقل يا اخويا فكر يا اخويا خدم عقلك قبل من تتقرر قبل من تتقدم على اجراء ولا تقدم انتع على قرار اللي فيما بعد راه تندم احنا ذرك راه نعلى بانا بانا هذا النظام راه نظام فالس ولكن في المقابل هذا النظام راه فيه الصالح والطالح مثل ما راه هو موجود في الشعب يعني شعب ذرك ملائكة شكون المواطن اللي راه يحقر في اخوه راه ميجيوكم في ناس من المريخ شكون اللي راه يسرق شكون اللي راه يغتصب شكون اللي راه يقتل في الاولاد الصغار شكون هو اللي راه يقطع في الطرقات يروح جاره يديله وقداله وكذا اقتار شكون اللي راهو ذرك اراهو محرم على اخواتاته الميراث شكون 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 من الشعب النظام هذا جم من المريخ اراهو من الشعب ذك احنا اذا كان راني حابين نصلحو احوالنا والله احنا راني حابين نغيرو انا ما رانيش ضدك ولكن راني ضد الاسلوب وحتى هذا الناس اللي هما يتقدموا لازم تكون عندهم صمعة تكون عندهم ما كان في المجتمع مش يجيك انت انسان واحد لاقيط واحد انسان ما عنده حتى ما كان في المجتمع ويجيه هو يبدأ يشيخ على الناس واش تديرو صار ناس اللي كانت المنابر تخطب اما وعاظ ومرشيدين ودكاتيرا وكذا ومع ذلك اركم شوفت الموصل اللي وصلنا اليه شوفوا حزب كيما تعجبها الاسلامية كان محتاضا الشوارع في ثمانية وربعين ولاية شوفوا اضراب سلمي وكان منظم ومع ذلك لما هزوا القيادات شوفوا النتيجة شوفوا النتيجة لماذا لانه الناس صارت ما عندها حتى تعلم من تسمع وولت البيانات هذيك المفبركة وين يا ذرك وين يا ذرك مع الصفحات المفبركة في الفيسبوك رأى مكان واحد قال مثلا يشوفوا عنده صوت يفتحوا له ربعين صفحة باسمه وهذه ركم تعرفوها وخلي من التشويه خلي من المونتاج نحي كلمة ودير كلمة خلي من نحي صورة ودير صورة خلي من الموديفكاسيون تعال الصوت خلي خلي هذي رحم الناس اللي رحم مختصين في هذا المجل رحم يعرفوها تعال تركاج إذن يا الإخوة والأخوات لازم تعرفوا ما كان بعض الناس هكذا قولك هذا شيئات للسلطة وشيئات للنية أو تدير روح تلقى لا روحك روح الناس راحة صايمة روح تلقى لا روحك روح تلقى ما أنه في هذي يراه للمعارض تعرف شكون هو اللي راه يخدم والصالح لبلاد والصالح لعام في ذكا قد يعرف شكون هو اللي راه trabalhارتزق و poetنين للأ joue الناس راه يدعم فيها första بعد في ذكا النهار فيها قضية المقاطعة يعمل له قبية قطعة للسيارات ذلك هذا الإنسان اللي راه ينادي بالمقاطعة لماه يكون مقتاعدة سيارات كامل ممكن حتى انك تعرف الناس هذا يعني قال مثلا راقل مثلا منظمات والله هيئات والله احزاب والناس معروفين قال هوا العنوان تاعو هوا التليفون تاعو هوا الشخص الفلاني تعرفه تعرف المكان انتاعو في المجتمع يجيك واحد مزور يجيك واحد نصاب واحد محتال يجيه هو يحرب لك الفسادة وحتى هاذ الناس اللي رامي يناديوا بالمقاطعة وقلما انتا تكون تنادي بمقاطعة قال مثلا هاذ الناس اللي رامي هم يستوردوا في السيارات والله اكذا كامل علاش انتا تحاشي رب راب مثلا وتروح انتا تهاجم هذا طحكوت لماذا اسئلة مطروحة لماذا تحاشي حداد وتروح انتا جبا عقب طحكوت لماذا وغيروا لانه الناس عندها خلفيات قال مثل نوزين في منطقة معينة يحبوا يحطموه هما مامشي حاوسوا يحطموه الوزين يحبين يحطموا المنطقة اللي فيه على جلبه يديروا اشياء واحد اخرى كي الناس اللي راها تخطط كي الناس اللي راها تهندس لتعفين الوضع وكي الناس عندها حسابات حسابات اقتصادية حسابات انتا مصالح حسابات حسابات كثيرة تغذرك مثلا راك انتا تدعو الى عصيان مدني اوكي تدعو الى اضراب اوكي تدعو الى مقاطعة اوكي عندك الاسباب اللي كما كتنقول انا راها موجودة اسباب انتاع الظلم انتاع القهر انتاع بني عميس انتاع الرشوان انتاع التاك فوق الفرس مكانش المهم الاسباب انتاع العسيان المدني وانتاع الاضراب وانتاع المقاطعة راها كلها موجودة ولكن الهدف انتاعك من الاضراب والله من هذا العسيان المدني وش هو حب انت تغير النظام اوكي هذا راه يعتبر هدف مين الاهداف ولكن هل ترى لانش بتلك قبيل انا مثال ان انت قاعد قاعد صالح راه وذرك راه الوحدات تحته هو يا هل ترى انت في مستوى عندك ناس في الجيش عندك ناس راه في المؤسسات الامنية في الاعلام في السلك الدبلوماسي عندك قال مثلا دول راه قال مثلا راه قايمة معاك راه كذا باش نترك راح تغير النظام تقدر تغيره ها هو ها هو قدامكم عميته والله عملكم ربي الباصير ها هو قدامكم في مصر انتخابات وصل المرسي وهو سيسيه ولا راه يحكم لماذا لانه اي واحد يوصل للسلطة ما يقدرش يتحكم فيها يوم ما ركش في فرنسا والله في سويسرا راه الناس قال راه عندها ضمير وراه قال واسمه راه يبيعك 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 راني شفناهم خوه بنمو يبيعو رقم شفتوها في الاحداث هذه اللي وقعت هذه السنوات الاخيرة في الفتنة خوه بنمو يبيعو حتى الناس صاروا يقتلوا مش حتى قال لي يروح يبيعو ولا راح يبلغى عليها ولا يقتلوا اذن الاخوة والاخوات لازم الانسان يعرف هذه المسائل اهداف انتعك انتع الاضراب ولا انتع الاسيان المدني ولا انتع المقاطعة وشي هي فيما بعد يا هل ترى انتا ذرك قال مثلا ذرك غدوارك انتا حققت اضراب هاي اشي درت انتا اضراب وراه ما استجابوا الناس مياه مئتين خمسمياه الف عشرالاف ايه ومن بعد او استجاب الشعب كليك ومن بعد كيفاش راح تدير وشي هو البديل وشي هو المشروع اللي رك راح تدير وانتا لما رك راح تغير النظام والله فيما بعد نولي ونعود ونرجع وقال انتا علماني وانتا اسلامي وانتا انتا كنت مع النظام وانتا لا لا انتا كنت في الخارج وانتا كذا ما كفتكمش هذه الفتن ما كفتكمش هذه الاحداث اللي وقعت في البلاد ما كفتكمش هذه الصراعات اللي حدثت ما زلنا إلى اليوم ما زلت الناس تقدر على بوذييف تنشر صورة على بومدين بومدين القتال وبومدين كذا وبومدين كذا ما زلت الناس إلى اليوم ما زلت ما تخلصت بالتاريكات ما زلت الناس تحكي على مصالي وما زلت الناس تحكي على بوذييف وعلى كريم بالقاسم وعلى البغلة وعلى مؤتمر الصومام وعلى الخيانة وعلى أمور يعني الدول قطعت قطعت مسافات احنا ما زالنا نحكيه في اشياء تعماضي ما زال ما ما صفيناهاش وما بالكم بالفتنة اللي حثت ما بالكم بهذا المختطفين وما بالكم بالناس اللي راهم ما زالوا لاجئين الناس تحكيه للاجئين في فلسطين واللاجئين تاع الجزائريين والجزائريات بالمئات تاع الالاف فاقم تشوفوا في القوافل تاع الحرقة كل يوم إذن الإخوة والأخوات لازم يكون الإنسان منطقي ويكون إنسان موضوعي ويكون الإنسان عاقل ويعرف الإنسان المآلات يعرف المآلات لما أنت تتخذ قرار ولا لما أنت تتخذ حاجة فكر يا أخي في العواقب انتعها فكر في العواقب انتعها يا سيدي وشهي لي هو أن يكون حوار ما عليش أن الإنسان هو أنه يناظل ويحسس ببعض المسائل ما عليش ولكن ما زال موصلناش للمستوى وأنه رأى الشعب ملتف حول شخصيات معينة أو حول أهداف معينة حتى باش فيما بعد الناس تتوحد لا ساي اليوم انت ذرك هذا إسلامي وهذا علماني وهي الناس متقاتلة واحد انت تنشر حديث هو يقول لك هذه صفحة انت إسلامية ثم بعد انت غدوة تدير انت نداء قال أسيان مدنيين يمشي معك أنا ما نمشيش معك ما نمشيش معك ثم تديروا في التنابر للناس هذا الشيات هذا مع النظام هذا الغد وهذا كذا تاخدوة ما تقدرش ما تقدرش لازم الحوار هو الأول حوار هو الأول تتناقش الناس قال يا أخي نديروا أهداف وكي نطرق نتع تغيير هذا قال الأسيان المدني هذا يجي فيما بعد هو تحصيل حاصل ولا الإضراب يجي تحصيل حاصل ولا المقاطعة يجي تحصيل حاصل لكن ليس هي اللولة ليس هي رقم واحد هذه انتان تتمهدلها تحيئلها الأرضية نهار توصل الناس للمستوى توصل الناس للمستوى تستوعب هذه الأفكار تستوعب هذه الأهداف فيما بعد قال أنا رح نغير رحنا البلاد إلى الأحسن فيما بعد قال هاي الوسيلة اللي نغير بها العسيان هذا رحه وسيلة والإضراب رحه وسيلة والمقاطعة رحه وسيلة والانتخابات رحه وسيلة هاي الوسيلة اللي نغير بها وأنا دائما في التسجيلات تنتعي للإخوة والأخوات اللي رح ممتابعين التسجيلات تنتعي من سنوات ربما كان بعض الإخوة جدود هكذا اللي رحهم ربما هذا وندخلوا للأنترنت هذا من رح ما تعرفوا عني مش مشكلة نذكر انتخابات هي الخيار الحضاري اللي تقدر تغير به فيما بعد العسيان هذا والإضراب والمقاطعة يجيوهما في حالة محدث تزوير تقدر فيما بعد انت تستعملهم كوسيلة لما يتحرك الشعب على مستوى ثمانية وربعين ولاية يتحرك وراء شخصية وراء مجموعة من الناس وراء مشروع وراء كذا وتخدم الناس تخدم بشكل جماعي نتعاونوا مع بعضنا كلنا قال ها هو النظام يلا قال مجموعة من المجاهدين يلا هكذا قال ضباط في الجيش قال أساتي ذا قال أطباء قال محامين قال قوضات قال كذا بطالين ناس في الخارج ناس في الداخل رياضيين فنانين من كل الأصناف نتعاون المجتمع نساء رجال شوخ جايز كذا نتعاونوا كاملة مع بعضنا وقال ها هو هدف تانا من وراء الانتخابات قال نريد ها واش رح نديرو ها هو الهدف تانا أنا دائما نقول ها هو الهدف تاعي المصالحة الوطنية الحقيقية وقال هاي الوسيلة اللي نغيره بها هاي الانتخابات فيما بعد إذا كان حصلت تصوير لازمك تأخذ كل الاحتياطات فيما بعد تستعمل انتهذاك العسين المدني تكون انتهى دجا هيئة الأرضية لردة الفعل الشعب يكون دجاراه جاهز على مستوى 48 ولاية من خلال التجمعات والمسيرات اعتصام جي في مكان وقعد والطبيب يبطل خدمت ويجي معك يقعد إلي كانك انتارك بطال وتروح الجي ثانما وقعد ولا يراه خدام ولا يراه طبيب ولا يراه سائقة ولا يراه محامي ولا يراه قاضي ولا يراه اعتصام جي ثم سلمي واعتصام وقعد ثم بسكو وركعد والناس ثم من بعد تخدم عليك لا يجبك تخمم تخمم في العواقب وفي المآلات انتعى الاجراء والقرار اللي انترك راح تديرو لكن غدوة لما قال مثلا كما قلت انا قال مثلا انتخابات كونوا مجموعة يخدموا بشكل جماعي فيما بعد قال في حالة اضراب اه في حالة تزوير خلاص انا جربنا ذلك سنوات وتأكدنا بالنظام هذا لازم يروح هاي الوسيلة نغيره بها انتخابات لكن حذاري رأى لو كان يحصل تزوير ها وش راح نديرو عسيا مدني فيما بعد عندك انت وحتى حتى الرأي العام الدولي خلاص تكون دجام هيئو لما يكون الشعب راهو معاك تحرك معاك فعلا فيما بعد انت راهو العسين المدني راهو راهو يعنجح والإضراب راهو راهي söyleyeنجح والمقاطعة وانت تنسس لانك انت تم من جهة تتقول بلا تسع pell بدلا دولة القانون فيما بعد انت تروح انت تدير تطويقون علي اشياء المدني اخضر لقد أنت عدوان76 لو كانتظرين على اشياء المدني أخي قام عليه العسين من واضح لكن عندما يقدم ولأنه عليك وفي موقع يتعلقين على الانتخابات سواء Voge يقوم بالقليل القانون وعلى هذا الدستور. المهم اتمنى هو ان ارني افدتكم ببعض المسائل ما تتخدعوش بالصفحات هذيك اللي راها ما تتخدعوش واحد راه عنده ربع ملايين ولا عشر ملايين ولا سبعين مليون ولا ما تتخدعوش الشيطان راه عنده الانصار في العالم والناس المؤمنين يعني ما يغرهمش الشيطان ما يغركمش هذيك الجامات والتعليقات وما تغركمش خلاص الحاجة اللي تتبعها هو تتبع الحق لما انسان يكون واحد كلاه منتحق انتبعوه اما الانسان اللي يراه هو يدعي فيك للمهلكة ما انتبعوش شوفو ناس كانت تهضر بسم الله وبسم الرسول وكذا وشوفو فيما بعد كم من فتاة اغتصبت وكم من فتاة كذا عنداش عدة ايامات ابعت لي واحد من الاخوة انتع واحد داعية مع واحدة والله العظيم انا ما قدرش ننشره قادر ربي يغرر ربي ما بالو كانت يجيك انسان انت زطلا معروف ومشهود له باللي انسان خارج الطريق وانسان عربيد وانسان كذا نجي انا نتبعوه على جلبه شوي يغير لك الفساد خدم اخوك اخويا خدم عقلك نمشي مع انسان نازيه نمشي مع انسان موضوعي نمشي مع انسان صاحب كلمة حق نمشي مع انسان عنده مبدأ نمشي مع انسان ابن عائلة معروفة العائلة انتعوا بالنظافة معروفة عائلة انتعوا نعرف الفصل انتعوا والوزن ومشي نروح انا نمشي مع انسان ما نعرف لا فصله ولا نعرف الناسب انتعوا ولا نعرف ان ما عنده حتى ما كان في المجتمع الجيد ديلك انت صفحة فيسبوك صفحة في الفيسبوك رح انت انشر صورة عارية يا عشي وعندك ربعمائة الف مليون واحد ولكن يلتررك على الحق لا لا تروح تشوف تلقى ذوك مثلا واحدة قل مغني والله عنده لي زبون انتعوا بالملايين وعنده المعلقين عليه بالملايين وتروح في المقابل تلقى انسان عالم رأىه دير هو صفحة ولا ما تلقاش فيها ربعة من الناس محسوب هذك اللي رأىه هو ينشر في الفساد يعني رأىه هو على الحق المبين هاهو امامكم امثيله هاهو غير شب خالد وهالهم ما جره وروح شوفوا في المقابل تلقى واحد عالم تلقى رأىه يتكركر في الطريق اذا هذي مش قياس تعالى صفحة انتعى الفيسبوك ولا انتعى اليوتيوب والله تعالى يشوفوك الناس رب رأىه قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله مسألة ما ايش قضية انتعى كثرة وقلة رب يراه كثير منهم فاسقون كثرة غثاء كغثاء السيل يظن الاخوة والاخوات لا تغتروش بهذا المسائل لابد ان الانسان اولا يعرف وشي هو العسيان المدني وشي هو الاضراب وشي هي المقاطعة اسباب تاعها اهدف تاعها شكون هم الناس اللي يراها موقفين وراء هذه النداءة هذه الصفاحات الى غير ذلك نحقق كذا 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 ماشي غدت تروح بركة تبع فيما بعد انا شفنا اضرابات كين الناس قال مثلا راه هو شيء قال راه عنده غرامة بالملايير قال واشي قال وروح يهجمو على هذه بيت الظرعب هذه يحرقوها يلا يسلك واحد والله قال واش نعطيك عشرة ملايين والله وشعل جدها فيما بعد وروح يمسح الغرامة تاعوا هذه بالملايير ما عندهم عليه حتى دليل ما راكش في دولة قال راه متطورة قال ما على بالي شان هراهم يجب دولة وليل في شيء انتاعوا ناصيون هال والله ما زلت الناس ما زلت الناس راه في حالة كذا ما يجيوش الناس يستغبيوك حاكم شفته وذي كل مرة قال واشي يهاجموه في بجايا في الاخر في واسموه بن حمادي ناس يكلفوهم قال واشي قال روح هذاك يلا احرق له والله ادي له والله واسموه ليش خرجوا من ثم روح اديه حطوا من هي وموش هاني نقصد في القبيلة باش تكون الكلام تاعي واضح قادرة تحصل في منطقة واحد اخرى هاني جيبت امثيله امثيله من الواقع شي قال كي نقوله كل ما نتاع من الواقع كي الناس يبدأ اول ويبدأ نادرلك من الواقع نشبدلك من الواقع اذا انت قبل ما تروح انت تقدم على شي شوف شكون الناس اللي يرام وراه كي الناس قلوا ذردوك مثلا راه وراجل اعمال حبه وقال راه ينفس فيه طحكوت هذا ولا زيد ولا عمر قال يلا بريزي جدو حرش له جماعة في الاعلام صحفيين مرتزقاء يحرش له جماعة في الخرج اللي ما يحكمش عليهم القانون في الداخل راه هو واحد البرة والله ذيك يكون انسان مرتزق قال يلا راه كول هلك فلان كولو يلا يكلو قال يلا عظو هرش له اعظامو يلا وهكذا يعطي له انفلوب وهكذا اذا انت قبل ما تروح انت تقدم على عمل خمم له يا اخوات هذه باختصار ما نطولش عليكم الاخوة والاخوات هذه باختصار يعني مدخل انتاعي ان اصبته فمن الله وان اخطأته فمن نفسي ومن الشيطان صح عليكم جميعا صح الفطوركم جميعا وشكرا للاخوة والاخوات اللي تفعلوا معها الموضوع تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة